يقول أشعر بضعف في إيماني وقلبي كيف أقوي إيماني وأتخلص من هذا الضعف نعم كل مسلم لا يزكي نفسه ويعتبر نفسه ناقص ومقصر ولكن عليك بذكر الله عز وجل والاكثار من تلاوة القرآن وتدبره والاكثار من العبادات وهذا يقوي الإيمان الإيمان يزيد بالطاعة كما في تعريفه الصحيح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فعليك أن تكثر من الطاعات وبذلك يزيد الإيمان قال تعالى الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبه وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون ويزيد الله الذين اهتدوا هدى فالإيمان يزيد بالطاعات فعليك أن تنميه بالطاعات والعبادات وهذا يقويه ويثبته في قلبك حسنا ولماذا ؟ ؟